اكد سعادة سيد زايد بن راشد الزيان وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة طيران الخليج أن اعتزاز جلالة الملك المفدى وتثمين سمول العهد رئيس مجلس الوزراء للجهود الوطنية المخلصة لكفة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر الصحية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وكفة الجهات المساندة يمثل دافعا لمواصلة العمل في الناقلة الوطنية بذات العزم الذي استمر طوال فترة التصدي لجائحة فيروس كورونا لتحقيق الغايات المنشودة هذا وأشهد سعادة الوزير بما قدمته الناقلة الوطنية ضمن إطار شراكتها المجتمعية من مجهودات كان لها إسهامها المباشر في استمرار حركة الطيران وتقديم الخدمات دون انقطاع أو تعطيل وأكد سعادة الوزير أن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بدل المزيد من الجهود للوصول للنجاحات المنشودة منوها بخدمات منتسبي طيران الخليج وعطائهم المتميز خلال فترة التصدي للجائحة ومثمنا حرصهم على تقديم كل ما من شأنه أن يسهم في توفير كافة جوانب الدعم والمساندة للمحافظة على صحة وسلامة الجميع مؤكدا أن جهود الناقلة الوطنية لا زالت مستمرة في التصدي لجائحة فيروس كورونا جاء ذلك لدى تفضل سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة طيران الخليج اليوم بتسليم وسام الأمير سلماء بن حمد للاستحقاق الطبي للكوادر الوطنية من منتسبية ناقلة إنفاذا للأمر الملكي السامي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية وأقوى الدفاع البحرين ووزارة الداخلية وكافة الجهات المساندة أشكر قيادة البحرين على هذا التقدير اللي يقدرون فين نحن الطيارين وموظفين شركة طيران للخليج شعور جميل جدا أن اليوم يكون حاضر بين زملائي وإخواني والعاملين في شركة طيران خليج أن قدروا لنا الجهد اللي بذلناه وهذا شيء بسيط اللي احنا قدمناه للوطن الغالي والحمد لله هذا التكريم تاج على رؤوسنا ونشيله للأبد إن شاء الله ومشكورين وما قصروا والله كله فخر بحصولي على الوسام ونفتخر بالقيادة الرشيدة أن نتقدر الجهود اللي نبذلها في النغلة الوطنية وإحنا مستعدين نخدم الوطن من أي موقع نكون فيه إن شاء الله أولا أشكر القيادة الرشيدة على هذا الوسام ونحن من خلال عملنا في طيران خليج نغل وطني لمملكة البحرين دائما في خدمة الشعب والبلد ونشكر الجميع على هذا العمل الكبير اللي قاموا فيه خلال هذه الجائحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر